منخفض جوي متعمق وتعطيل الدراسة رسمياً في هذه المحافظة والأرصاد بتحذر تشهد البلاد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية بحسب الأرصاد وقالت الدكتورة مونار غانم عضو المركز الإعلامي بهائة الأرصاد الجوية أن المحافظات بالسواحل الشمالية وحتى شمال السعيد تشهد هتول للأمطار بشكل مختلف الشدة من محافظة للتانية وأوضحت خلال تصريحات الفيزيونية أن حالة عدم الاستقرار تعود لمنخفض جوي متعمق بشكل كبير وتوقعت معه استمرار فرص تقوط الأمطار بكميات لكنها أقل من أمس وقالت اليوم تشهد هتول الأمطار على المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط وبالأخص مطروح وسكندرية والبحيرة وقفر الشيخ والدقهلية ودميات والعريش وحذرت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد من تكون السيول في محافظة شمال سينة بسبب الطبيعة الجغرافية والسلاسل الجبلية الأمر الذي كانت تشكل معه سيول وتمتد الأمطار للقاهرة الكبرى وجنوب الدلتة ومدن القناة وخليج السويس ستكون أمطار خفيفة داخليا لكن لازلت الفرصة مهيئة لسقوط الأمطار ولهذا السبب قرر رواق دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سينة تعطيل الدراسة في جميع مدالس المحافظة اليوم نظرا لسوق الأحوال الجوية توقعت الدكتورة منار غانم أن تتلاشى فرص سقوط الأمطار وعودة زنات الشبورة المائية اعتبارا من الخميس حتى بداية الأسبوع القادم ويتوقع خبراء الأرصاد جوية أن يسود اليوم الأربعاء تقس لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال السعيد معتدل على جنوب سينة وجنوب السعيد بينما يسود تقس بارد ليلا على أغلب الأنحاء وأيضا الزوهر الجوية فرصة لسقوط أمطار متوسطة أحيانا قد تصل إلى حد السيول على مناطق من شمال سينة على الفترات متقطعة وأمطار متوسطة على مناطق في السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري تمتد خفيفة لمناطق من جنوب الوجه البحري وقاهرة الكبرى ومدن القرية ووصلت سينة وخليج السويس على فترات متقطعة وتنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سينة على فترات متقطعة شكرا